اشتركوا في القناة ونزال حتى تتشين هذه المشروعات قيد التنفيذ حتى اللحظة اللي احنا بنكلم حضراتكم فيها ومستمرين في تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية اللي احنا من خلالها نقدر نقول عندنا تنمية زراعية مستدامة تقدم لدفع الاقتصاد القومي المصري عن طريق الاقتصاد الاخضر عندنا الحمد لله رب العالمين مشروع متعلقة من مليون ونصف المليون فدان مشروع الاستصلاحات الزراعية مشروع غرب غرب المليون وايضا مشروع الميت الف صوبة مشروع زراعة المليون نخلة وقص على ذلك العديد من المشروعات الزراعية اللي من شأنها احداث طفرة جبيرة جدا من التنمية المستدامة حتى التنمية الحقيقية المتعلقة بمكافحة الارهاب كان على رأسها التنمية الزراعية وده اللي احنا شفناه في سيناء حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجابهة الارهاب في سيناء عن طريق التنمية الزراعية في المقام الأول وضخ عدد من المشروعات الزراعية هناك فده بيؤكد قيمة التنمية الزراعية بما يعود علينا بالتنمية الشاملة أو استراتيجية الدولة 20-30 عشان كيف يفتح مع حضرتكم العديد من المحاور المتعلقة في هذا الشأن مع ضيفة العزيزة الأستاذ الدكتورة منال خيري وأستاذ الاقتصاد بجامعات حلوان ولحب بيك دكتورة تحياتي لحضراتك كفان نبدأ كده يعني ونعرف المشاهد يعني إيه الاقتصاد الأخضر أو مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل عام الاقتصاد الأخضر دي رؤية جديدة أو بسمة جديد طرحته الجماعية العامة للأمم المتحدة أو طرحته البرنامج البيئة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في 2008 وتبنته الجماعية العامة للأمم المتحدة وده كان عنوان مؤتمر قمة الأرض في 2012 اللي هو يسموه مؤتمر الاقتصاد الأخضر ومن ساعتها الاسم ده بيحظى باهتمام كبير يعني ايه اقتصاد أغدر؟ اقتصاد أغدر هو الاقتصاد الصديق للبيئة هو اقتصاد مختلف عن الاقتصاد البني أو الاقتصاد الأسود اللي هو بيعتمد على موارد الطاقة الغير متجددة الملوسة للبيئة اقتصاد الأغدر اقتصاد بيقل فيه نسبة الانبعاثات الكربونية اقتصاد بيحافظ على الموارد اقتصاد هو أداة التنمية المستدامة وخصوصا في ضوء رؤية مصر 20-30 وبالفعل مصر متبنية مبادرة الاقتصاد الأغدر وكانت عضو في مؤتمر قمة الأرض في 2012 اللي كان في ريو دي جينايرو فاقتصاد الأغدر هو احنا عايزة اقول لك انه هو مفروض يبقى اسلوب حياة لو احنا عاوزين نوصل لتنمية مستدامة في كافة المجالات طيب لو قلنا الاقتصاد الأغدر في ضوء استراتيجية مصر 20-30 والتنمية المستدامة الاقتصاد الأغدر المصر تبنته زي ما قلت لحضرتك هي كانت عضو في المؤتمر بتاع قمة الأرض تبنته وعملت له الدراسة التحضيرية في 2014 وبعدين ضميته رؤية مصر 20-30 عندي ليه أربع محاور بالنسبة لمصر هي الزراعة والميا والمخلفات والطاقة مفروض وفقا لرؤية مصر 20-30 انه يبقى بحلول 20-20 20-20 وليس 20-30 عندي 20% من مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة اللي هي المصادر الغير ملوثة للبيئة حوالي 12% من طاقة الرياح و8% البقين من الطاقة المائية والطاقة الشمسية دي يعني الإطار بتاع الاقتصاد الأخضر بالنسبة فوقية مصر 20-30 طيب احنا محتاجين ايه في المرحلة اللي جاية بحيث ان احنا يكون عندنا فعلا اقتصاد أخضر تنموي يدعم استراتيجية الدولة 20-30 ويقدر لحقق يعني المرجو منه مش بس في الاقتصاد الأخضر ولكن في كافة النواحي الأخرى لأنها طبعا مرتبطة بالاقتصاد الأخضر بشكل كبير هقول لحضرتك حاجة الاقتصاد الأخضر ده مجالك كتير يعني حط النقل الأخضر حط الزراعة المستدامة حط التسويق الأخضر حط الانتاج الأخضر الكيميا الخضرة حط كلمة أخضر في كل حاجة يعني لو مثلا أكلمك على الانتاج الأخضر ده انتاج بيستعمل عمليات كيميائية أقل ضررا للبيئة المواد اللي دخلة في العمليات التفاعل الكيميائي عمليات بتتحلل من تلقاء نفسها ما بتتركش أثر في البيئة المنتجات اللي طالعة منتجات صديقة للبيئة منتجات ما بتسببش تلوث للبيئة بتستعمل أو باعتمد في كل مرحلة من مراحل الانتاج على مصادر طاقة جديدة ومتجددة في كل حاجة بقى حضرتك النقل اعتمد كده المباني اعتمد على حاجة اسمها البناء الأخضر فده يبقى اسلوب حياة تمام رؤية حضرتك للتنمية الزراعية في المرحلة اللي فاتوا المرحلة الحالية بحيث ان احنا نقدر يكون عندنا فعلا اقتصاد أخضر قوي لا يقل عن باقي الاقتصادات الأخرى اللي موجودة حتى عالميا خاصة في ظل المشروعات القومية اللي بتدرشنها الدولة المصرية في مجال الزراعية فاني بقى فايديته اي بقى على الاقتصاد الزراعة الزراعة جزء مهم جدا من قطاعات الاقتصاد الأخضر لو طبقت الاقتصاد الأخضر انا هحارب الفقر هوفر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية غير كده هستخدم مخصبات وحستخدم حاجات عضوية طبيعية مش هستخدم حاجات كيميائية بتهلك الأرض وبتهلك لي التربة ده بيأثر عندي في الحاصلات الزراعية بتبقى كده الحاصلات الزراعية عندي حاصلات ومنتجات صديقة للبيئة فمعنى كده ان الأسواق العالمية مش هترفضها طيب الحاصلات الزراعية دي بتخش عندي في ايه جزء منها بيخش كعلف للحيوان صح؟ طيب يبقى كده الحيوان بيأكل ايه منتج أخضر مش معنى أخضر ما هو كل الزراعة خضرة بس الزراعة حاليا اللي موجودة عندنا يعني نتاج ايه نتاج مخصبات ونتاج أسمدة ونتاج أشياء ملوثة للبيئة عملت على استنزاف الأراضي الزراعية غير كده انتجت لنا منتج ملوث للبيئة طيب أما الحيوانات بتاخد اللي هي التغذية بتاعتها تغذية نقية يعني ما فيهاش أي ملوثات ده بينعكس على ايه على صناعة اللحوم بينعكس على صناعة القلبين طيب المنتج الزراعي ده برضو داخل في ايه داخل في المنسوجات داخل في الصناعات الغذائية بقى إذا تحولنا كده الحاجة اسمها الانتاج الأخدر اللي أساسه زراعة خضراء زراعة نظيفة والتنمية يعني التنمية المستدامة معناها ايه معناها يتختلف أو هي تنمية اقتصادية مستدامة تنمية الاقتصادية بمفهومها التقليدي كانت بتسعى لتحقيق العدالة بين البشر مكانيا يعني كلنا فيه عدالة في توزيع الدخول عدالة في المعيشة عدالة في الاستهلاك إنما التنمية المستدامة تسعى لتحقيق هذه العدالة زمنيا بمعنى تحقيق مصلحة الأجيال الحالية مع عدم المساز بحق الأجيال القادمة في استغلال الموارد الطبيعية إزاي بقى؟ ما بستنزفهاش أيوه يعني فمن خلال طبعا الزراعة النظيفة ده شيء مهم جدا في المجال الاقتصاد الأخدر طيب لو قلنا دول الاقتصاد الأخدر فحل بعض المشكلات المتعلقة بالأمن الغذائي مشكلة المياه مشكلة التلوث ومشاكل الطاقة أيضا يا فن؟ الاقتصاد الأخدر في حل مشاكل الغذاء زي ما قلت لحضرتك حتى المنتجات أو حتى الآلات الزراعية اللي بتستخدم تكون مستخدمها بتستعمل مصادر طاقة جديدة ومتجددة وليست مصادر ملوثة للبيئة في مجال الطاقة زي ما قلت لحضرتك بقدر الإمكان أنت مش هتقدر تتحول مرة واحدة تستعمل طاقة مصادر الطاقة الطبيعية اللي ربنا خلقها لك دمحتك طبعا عندك أن أنت يبقى عندك استثمارات بيقولوا الاقتصاد الأخدر في بدايته مكلف يعني أنت في البداية بيبقى فيه تكاليف بس على المدى الطويل الاقتصاد الأخدر بيحقق لك وفر عشر مرات أكتر من الاقتصاد التقليدي فده طبعا لازم إحلال إحلال بقى بالعلم بالتكنولوجيا بالمعرفة إحنا دلوقتي كل الطاقة اللي إحنا بشغالين من خلالها دي مصادر ملوثة للبيئة لأ أنا عاوزها تبقى جاية من مصادر غير ملوثة للبيئة زي طاقة الرياح طاقة الشمسية طاقة المساقط المائية طيب لو قولت تعاون العربي في مجال الاقتصاد الأخضر والدول المكملة ممكن تكون مكملة البعض زي مصر والسعودية والسودان ده ممكن يكون الزي فايدته في شكل عامي دكتور إيه التعاون الدولي يعني ده شيء مهم طبعا إحنا نتعاون بنتعاون من خلاج للعلم من خلال المعرفة من خلال نشوف كل دولة من الدول اللي بتشارك معنا عندها ميزة تنافسية فيها بالضبط من خلال ما هو الاقتصاد الأخضر ده زي ما بقول لحضرتك انتاج مواد أقل ضررا للبيئة أو غير ملوثة للبيئة طب ما هي حجيلي منين من خلال الإبداع من خلال الابتكار من خلال العدد والآلات والمعداد اللي هي بتيسر لها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فلازم نطور الهياكل التعليمية بتاعتنا يعني لازم الهياكل تكون نحو مزيد من إنتاج المعرفة مزيد من البحث العلمي ونشوف كل دولة عندها ميزة تنافسية في إيه نقدر نكمل بعدنا نقدر نصدر الطاقة لبعدنا يعني نشوف العجز فين والفائد فين نعمل نوع من التكامل الاقتصادي الأخضر ما بيننا طيب فكرة الاقتصاد الأخضر إزاي الدول بتشتغل عليها ولو قلنا مصر برضو إزاي طريقتها في دعم الاقتصاد الأخضر بشكلها إزاي ما قلت لحضرتك هو ده جزء من رؤية مصر 20-30 عندك في مجال السياحة عندنا حاجة اسمها السياحة المستدامة ولو إن المصطلح ده مش يعني مش منتشر قوي على أساس تسمع أنت مصطلح السياحة البيئية فبقى مصطلح السياحة المستدامة بقت مصر عندها بالفعل في حاجة عملتها منظمة السياحة المستدامة طبعا للأمم المتحدة قالت مبادرة النجمة الخضراء إن الفنادق إنت زي ما أنت عارف الفنادق عندنا بتبقى ستار وان ستار فايف ستار لا إحنا كمان النجمة الخضراء دي واحد اتنين تلاتة بتتحطف الفندق مصر بالفعل دخلت أو عندها دعم أو تحول للفنادق الخضراء من 2007 وفيه كتير بس معظمهم في شرم وطابة بيعتمدوا على حاجة اسمها السياحة البيئية أو السياحة الخضراء الانتقال هناك بوسائل نقل غير ملوثة للبيئة استعمال أو استهلاك المنتجات اللي موجودة في البيئة كل ده في سبيل اللي هو الحفاظ على البيئة ودعم التوجه الأخضر مصر برضو زي ما قلت لحضرتك بحلولة 2020 يعني مفروض من السنة دي يكون عندنا 20% من مصادر الطاقة طاقة جديدة ومتجددة المباني الخضراء ودي مصر دخلت فيها بالفعل في المدن والتوسع العمراضي مباني خضراء مباني منتجة بمواد لا تتفاعل مع البيئة غير ملوثة للبيئة فيه مساحات كتيرة خضرة فيه نوع من التهوية الداخلية معتمدة على مصادر طاقة جديدة ومتجددة عندك إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها فكل ده بالفعل مصر دخلت فيه أو موودة يعني تقولك حتى فيه منتجات عندنا تقولك منتج غير ملوث للبيئة الكيس ده قابل للتحلل ففعلا إحنا بدأنا ولو إنه مش بصورة موسعة بس بالفعل فيه خطوات لكده طيب زي حاجة شفت دكتور منالي يعني الموجة الأولى من فيروس كورونا كان لها تأثير مباشر على اقتصاديات يعني الدول العظم كلنا كل العالم تأصد وتحديدنا كمان الاقتصاد الأخضر مش بس في مصر لكن في كل دول العالم بما نحن داخلين دلوقتي على موجة ثانية وبنأخذ يعني كل الإجراءات بتاعتنا بحيث أنها تكون أقل تأثيرا خاصة في مسألة الاقتصاد ودعم العملية المتعلقة بحركة التجارة لو قلنا الاقتصاد الأخضر حيث أن ما يكونش عندنا ركود فيه بشكل كبير جدا بالعكس نحن نحتاجين يعني نوازن وفي نفس الوقت نقدر نتغلب على هذه الموجة بأمان زي ما الحمد لله رب العالمين عدينا الموجة الأولى بكل خير انت دلوقتي تقريبا يعني جائحة كورونا اللي فاتت اديتك خبرة كبيرة زي ما بيقولوا في كيفية إدارة الأزمات كورونا أزمة عالمية ومش متوقع أن هم يلاقوا لقاح لأن زي ما حضرتك عارف الفيروس بيغير بيطور من التركيبة الجينية ففي ظل الاقتصاد الأخضر احنا دلوقتي بنتجه كلنا يمكن ناحية والتعامل الإلكتروني والحكومة الإلكترونية يبقى ايضا أنا محتاجة كل ده مستهلك للطاقة أنا محتاجة دلوقتي أركز على مصادر طاقة غير ملوسة للبيئة مفروض بيقولك هو ما لا أقولوش علاج لغاية دلوقتي حتى الآن يعني هو معتمد على المناعة الزاتية بتاعتك أكيد أما تاكل منتجات أو تاكل أغذية خالية من الألوان الصناعية ومكسبات الطعم واللون والريحة أما تاكل أغذية صحية ده بيعزز نظام المناعة بتاعتك أما بتعود في بيئة نظيفة ما فيهاش انبعاثات كربونية ما فيهاش تلوث ده حتى بيأثر على كفاءة الجهاز التنفسي بتاعك كما تقعد في بيئة نظيفة طب البيئة النظيفة دي جاي منين؟ جاي أن الطاقة عندي غير ملوسة للبيئة طبيعة المباني هو أنا للأسف يعني كاقتصاد أقدر مش مستعدة بالشكل المطلوب وأنقول إيه نخلينا في جانب المنتجات الزراعية جانب المنتجات النظيفة جانب بنقلل بقدر الإمكان من استهلاك الطاقة أنا ما عنديش وفر دلوقتي في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة طب أحاول أقلل من استهلاكي من الطاقة الملوسة للبيئة علشان حتى أدعم أنظمة المناعة الخاصة بي يعني ده في تصوري يكون فيه دعم شكل البيئة يكون فيه دعم طيب المرحلة اللي جاية إحنا محتاجين إيه يا فنم فيه دعم الاقتصاد القومي بتاعنا وخاصينا الاقتصاد الأخضر إيه الأليات اللي إحنا محتاجينها بحيث أن يكون فيه فعلا مشروعات شغالة على ده باستمرار خاصة في ظل إحنا محتاجين نزود الدخل المتعلق بالعملة الصعبة وبالتأكيد الاقتصاد الأخضر ليه عامل أساسي في هذه الجزئية أكيد أكيد كل منتجاتك فيه منتجات بترفض في الأسواق العالمية بسبب أنها منتجات عالية التلوث عالية التلوث للبيئة أو غير مطبقة للمواصفات وغير مطبقة للمواصفات يقولك إيه للمواصفات البيئية يعني إيه معنا زي ما بقول لحضرتك تتجه للزراعة النظيفة لأن ده بيأثر عليك في كل حاجة تتجه أن أنت الاقتصاد الأخضر بيوفر فرص عمل كتيرة الاقتصاد الأخضر لو اتجهت له في الزراعة هتوفر فائد أولا هتكفي احتياجات السوق المحلي يبقى أنت كده بتسد فجوة فجوة في السوق المحلي بتقلل الاستيراد بالتدريج ممكن تستغنى عن الاستيراد بعد كده بتصدر للأسواق العالمية بعد كده ده داخل بقى زي ما قلت لحضرتك الزراعة دي داخلة في إيه صناعة المنسوجات صناعة الأغذية الحلويات المرباط الألبان اللحوم كل ده لو بقى منتج أخضر لأن أساسه جاي من أرض خضرة نظيفة أنت بتسد احتياجات السوق المحلي يعني يريتك حتى تسد احتياجات السوق المحلي تبقاش محتاج للاستيراد وبعد كده صدر بقى أما بتصدر ما أنت برضو ما بتوفر في الاستيراد بتوفر عملة يعني مبدئيا من أنت بتوفر عملة طيب المراحل اللاحقة بقى بتصدر خلاص بتشجع المصانع بتدي مزايا للمصانع الأيمة على استخدام الفكر الأقدر أو استخدام التكنولوجيا الخضراء أنت بما المصنع يستعمل كل ما تستعمل مصادر مثلا طاقة جديدة ومتجددة كل ما حديك إعفاءات ضريبية حديك امتياز ضريبي ما الدولة لازم تشجع الصناعات الخضراء أو يعني تشجع الناس أن هم يستعملوا الاقتصاد الأقدر أو يكونوا في منظومة الاقتصاد الأقدر طيب برضو لازم نستغل وجود حضرتك معنا يا دكتور ونتكلم برضو عن الإجراءات المتابعة في الجامعات المصرية وخاصينا جامعة حضرتك في حلوان بشكل جديد في ظل الموجة الثانية من كورونا إزاي بيتأمنوا الطلب والطلبات وهيئة التدريس أو إيه المتخز بشكل عام متخز طبعا إحنا اتخذنا إجراءات وإجراءات كبيرة أولا قسمنا الطلاب جميل يعني المجموعات الكبيرة تقسمت لمجموعات ألف وبي مجموعات تدرس أسبوع ومجموعات تدرس الأسبوع التاني والأسبوع التالت عندهم أونلاين المجموعات الصغيرة لحوالي عشرين بيحضروا وما فيش مشكلة المدرجات طبعا إما أنا بقسم الطلبة فبقلل الكسافة في المدرجات إجراءات التعقيم طبعا في الكلية عندنا ودي أشهدها أن عندنا لازم الطالب يبقى ملتزم بالإجراءات الاحترازية على الأقل جوه المدرج أو جوه غرف الدراسة لازم يبقى لابس المسك وجود قدر من التباعد ما بينهم يعني في البنشات لازم يبقوا قاعدين مش قريبين من بعض التهوية الجيدة المطهرات دايما أننا نعمل توعية عن كورونا حتى بنعمل دورات وندوات افتراضية أونلاين إرشادات إحنا أما بنخش بنؤكد على كده في المحاضرة نؤكد البس والمسكات عملوا تباعد اجتماعي يعني وطبعا التركيز كتير أننا دلوقتي عملنا من خلال مايكروسوفت تيمز أننا عملنا برامج فعلا المقررات بتاعتنا كلها حولناها الأل إي ليرنج فيه محاضرات إي ليرنج بس يعني وانس أو في أي ظروف أن الدراسة وقفت الطالب متوفر للمحتوى العلمي بتاعه هل متوقع الدراسة توقف يا فندم ولا مش حطين هذه الاحتمال معا لا عملين الاحتمال دو آه دليل إن إحنا حولنا إحنا لغاية دلوقتي بندرس يعني لغاية دلوقتي بنروح المحاضرات وملتزمين إنما أول ما الدراسة توقف أنا مش هعمل زي ما حصل الصنة اللي فاتت فجأة دراسة وقفت فجأة يعني زي كانت إجراءات من منظات ما كناش مستعد للها صح كده إنما إحنا لا استعدينا المحتوى العلمي لكل مادة متوفر أولاير للطلاب متوفر لهم سواء بأي صيغة بقى سواء يوتيوب باوربوينت بي دي اف متوفر موجود ومتأمن احتياجات الطلاب من المادة العلمية في حالة وقف الدراسة طول ما هي شغالة إحنا بنروح وطبعا مع التزام بالإجراءات الاحترازية وبنتجي محاضراتنا عادي طب الطالب اللي ما يروحش أو متخوف بيتم التعامل مع الزي من خلال الأولاير آه بس لا يعاقب على تغييبه؟ بص حضرتك هو مفروض يقدم لي برضو سبب مقنع إنه هو ما بيجيش إنه هو مريض أو إنه هو عنده ظروف صحية فلازم ساعتها أنا براه يفضل طبعا أنا مش حاسب وكأنه كانت مؤسمين يعني ممكن هو يجي مرة في الأسبوع يعني حتى لو فاتته محاضرة يحضر مع زميله مش هتيجي من طالب بس طبعا يفضل يحضر إنما إن أنا شدد قوي على إجراءات الغياب وكده في ظل الظروف دي هتبقى صعبة شوية لأن في بيوت فعلا ابتدت يعني أنا أشهد ناس قريبين مني ابتدت تظهر فعلا الموجة التانية وجديدة جدا صحيح وربنا يسطر دايخي نحن ناخد الحيطة والحاضر بقى في اتخاذ الإجراءات الوقائية نبدي تاني أو نشدد على الإجراءات الوقائية زي ما بقول لحضرتك ممكن تعليمات منظمة الصحة تيجي تقول لنا أو نتخذ قرار إن إحنا نقفل أو نعلق الدراسة الامتحانات بقى تبقى انظامها ممكن يكون إياه برضو ممكن على خسام في حال الانتظام وفي حال الإغلاق في حال الانتظام الدراسة في حال الانتظام خلاص يعني بنشوف صيغة ممكن نقلل ساعات الامتحان يعني نعمله على فترتين بدل ثلاث ساعات نخليه ساعة ونص ممكن بدل يعني بدل ألفه به بدل ما كانوا ياخدوا أجهزة هنشتغل كل أيام الأسبوع ممكن يبقى عندي امتحانات أولاين ولو إن دي لسه مش عندنا الاختبارات الإلكترونية ده لو هم منتظمين إنما في حالة الدراسة وقفت على حسب بقى يعني إحنا السنة اللي فاتت عملنا نظام الأبحاث لفرق النقل إنما الفرق اللي كانت في التخرج في مرحلة البكريريوس دول جم امتحنوا وطبعا ليه امتحنوا كانوا لوحدهم تقريبا في الجامعة فقدرنا يمكن ممكن تستغل كل الأماكن اللي عندك وتلتزم يعني بالإجراءات الاحترازية وفعلا عدت الحكاية بأمان على ذكر الكرون كان لازم برضنا نتطمن على هذه الجزئية من حضرتك في العملية التعليمية رجعتني بروخ ليه الاقتصاد الأخضر وهسأل حضرتك المرحلة اللي جاية شايفة الاقتصاد الأخضر ممكن أنا طرحت عدك السؤال ده قبل كده ولكن عايز أضيف إليه المرحلة اللي جاية محتاجين إحنا إيه نشتغل عليه بحس أن يكون عندنا دعم قاول الاقتصاد الأخضر بتاعنا أشتغل على كل حاجة حضرتك الاقتصاد الأخضر إحنا عندنا في رؤية مصر 20-30 عندنا بواد اجتماعي بواد اقتصادي بواد بيئي كله على فكرة بيتدخل مع بعضه يعني أنا عندي في البواد التعليمي اللي هو تشكيل وعي الطالب أو تكوينه بحيث أن أنا أوفر مفاهيم الاستدامة والتنمية المستدامة في جميع المراحل التعليمية وده لازم عشان يفهم يعني إيه تنمية مستدامة ده البواد الاجتماعي البواد الاقتصادي عندي قايم على الاقتصاد والشفافية ما أنا بعمل كل ده ليه في النهاية ليه تنمية مستدامة عشان حقق تنمية اقتصادية مستدامة البيئة بقى لازم فيها كل اللي قلت لحضرتك عليه ده أتبنى التوجه الأخضر كأسلوب حياة يعني أشغل وسائل نقل ومواصلات بتعمل بمصادر نظيفة الزراعة زي ما قلت لحضرتك هنعملين الانتاج أعتمد على طرق انتاجية أقل تلويس للبيئة من خلال الكيمياة الخضرة التسويق يعني ايه تسويق أخضر تسويق بيساعدك على استهلاك المنتجات البيئية المنتجات اللي انت أنتكتها بأشياء غير ملوصة للبيئة الإعلان كل حاجة بقى ديف لها كلمة أخضر يعني مقدرش أقول لحضرتك هنطلق من هنا طب ما أنا لو انطلقت من الزراعة وعملت منتجات بس انت ما عندكش وعي يعني ايه تبقى مستهلك أخضر ما عندكش يعني ايه إعلان يبقى زي ما احنا دلوقتي الناس دلوقتي كلها تعرف كورونا تعرف من خلال ايه من خلال الاعلان والدعاية وتكسيف الاعلانات ما تجيين نروج احنا الاقتصاد الأخضر اعلاميا بشكل اعلام أخضر يعني اقول لحضرتك انت تبقى اعلام أخضر مصل الزراعية ايه مصل الزراعية لا كله بقى بنروج للي انت تبقى حياتك خضراء مضيفة حتى لو يا سيدي مش قادر تستعمل الحاجات المنتجات الخضرة أو مصادر الطاقة الجديدة لان لسه مش متوفرة كما انها ممكن تبقى غالية التكلفة طب قلل قلل من الاستهلاك بدل ما تخرج بالعربية بتاعتك كل يوم اخرج بيها كم يوم في الأسبوع بدل منت واصحابك كل واحد رايح بعربية اتجمعوا وروحوا في عربية واحدة انا عندنا طرق كتيرة جدا ممكن نقدر ندعم بيها تلوث ايوه بقدر الامكان تقلل من تلوث البيئة صحيح اتمنى يا رب يكون في تطبيق ذلك وعي انا بحيحة انك انك انت ذكرت التوعية في المقام الاول وبيعول عليها وسائل الاعلام كيف يمكن فضل ربنا سبحانه وتعالى قناة مصر الزراعية بتنفارد بدعم الاقتصاد الاخضر فيما يتعلق بالتنمية الزراعية المستدامة وخافة حسنا البرامج المتخصصة في هذا الشعن كل التوفيق رب العليم من الاقتصاد الاخضر في المرحلة القديمة بشكرك جدا ضفتي العزيزة لأستاذ الدكتورة من الخيري وستاذ الاقتصاد بجامة حلوان شرفتيني فقط برسيل حضرتك عزيزة شكرا بس كاملين معاكم مشاكلة من بعض الفاصل وفقرة حورية اخرى من ساعة صبحية انتظرونا